أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكابتر أكيد بالنسبة لي هي النهاردة حلقة يعني أعتقد أن هي ممكن تكون بالنسبة لي أسوأ حلقة النهاردة يوم حزين على كورة القدر المصرية خروج المنتخب من سحل العاج أو كودوفور طبعاً بطولة كودوفور ولكن خلينا نقول أن طول ما احنا بنتفرج على المائة وعشرين ديها احنا حاسين أن احنا ممكن نخرج في الوقت أكيد كلنا في حالة حزن ويمكن الكل سند المنتخب من أول يوم الكل كان موجود مع المنتخب من أول يوم حاجات كتير غلط حصلت وحاجات كتير كلنا قلنا نتغاد عنها لحد بس الدنيا ما تعدي والمايك بتعدي إنما كل ده مش مهم ومش هنروح أن احنا ننتقد ونقطع ونبهدل والكلام ده لأن ده مش طبعنا وده مش أسلوبنا ولكن نستحك الخيوك؟ آه نستحك الخيوك تلت تعادلات تلت تعادلات مع منتخبات من التصنيف ممكن يكون التاني والتالت وممكن يكون رابع كمان تعادل النهار ده كمان نفس الحكاية وصلنا لضربات الجزاء أكيد مش كل بطولة هنعدي بضربات الجزاء بسألة صعبة جدا بسألة صعبة جدا لازم يكون عندنا حلول الحلول ضعيفة جدا موجودة ولكن خلينا نفكر في اللي جاي هو ده المهم لأن خلاص هنقعد كل شوية نبكي على خيوجنا نبكي إن احنا ما بنحقاش بطولات نبكي إن احنا عندنا مشاكل عندنا أزمات خلينا نتكلم إن في وقت كتير جدا 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 طول من أول البطولة أزمات 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 ومتيهين إحنا مش عارفين المشكلة فين شوية إصابات شوية مشاكل صفر شوية ما بيطلع لناش حاجة صح الأداء بنتكلم ولكن بنقول دايما نساند دايما إحنا عندنا هوية هي روح العالية ما شفناش ده موجود في بعض اللقاءات حاسين إن في عشوائية في الأداء حاسين إن أداء ارتجالي كله يعني طبعا أكيد زي ما قلت هو يوم حزين يوم حزين لإن إحنا كنا نفسنا إن لعبتنا يفرحوا الشعب المصر أعتقد إن يستهلوا لإن الناس كلها بتدعي الناس كلها يمكن إحنا عاديين دلوقتي قبل ما نطلع على طول كل الناس قاعدين وإلى الكاميرات كلهم بيدعو كلهم بيدعو مش هل حاجة ومش يستفيدين حاجة بس عايزين نفرح كان نفسنا طبعا إحنا نفرح الشعب المصر كله بالكامل ولكن ده متوقع من نتيجة الأداء وعدم النظام اللي إحنا شايفينه كلنا كنا أمال وطموح ونقول إن شاء الله تمشي 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 ولكن أكيد مش هتمشي مش هتمشي طول الوقت بالذق مش هتمشي بالصدفة مش هتمشي بالعشوائية أكيد مش هتمشي بالشكلة شكرا للمشاهدين